أفضل وقت للتوبة قبل شهر رمضان هذه الأيام بسم الله الرحمن الرحيم أفضل حاجة تدخل بيها رمضان إنك تدخل جاهز أن تكون من المتقين رمضان شهر التقوى والجزاء في رمضان على قدر التقوى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ليه كل الصيام دواً ليه هذا الشهر المختلف لعلكم تتقون الهدف هو التقوى أنت ممكن تسقط فريضة الصيام إنك صمت لكن التقيت ربنا لو التقيت ربنا تستحق الجزاء قدر الثواب والعطاء والمغفرة وكنوز الحسنات والعطق من النار وإجابة الدعاء وتبلغ ليلة القدر مش لمجرد إنك صمت لكن صمت بالهدف اللي ربنا حطه وهو الوصول إلى التقوى كيف أدخل رمضان من المتقين عشان أخذ كل الثواب دواً ويستجاب دعائي ويرضى عني ويبلغني ليلة القدر أدخل إزاي التوبة أفضل عمل تستعد بيه لدخول رمضان أنا تائب يا رب أنا عائد يا رب التوبة معناها رجوع إيه الذنب اللي عندك؟ توب الآن توب قبل ما تخش رمضان أحلى مدخل لدخول رمضان توبط يا رب والله أفضل وقت تعمل فيه توبة قبل مدخل رمضان لتستقضل الجوائز والرضا والمحبة وتحقق الهدف أنا من المتقين التوبة هي طريقك إلى التقوى التوبة الرجوع إلى الله عايز سرع إلى الله فيه إيه الذنب الكبير اللي منغص حياتك إيه الذنب الكبير اللي أنت مكسوف منه بتقوله خلاص يا رب بقى أنا تعبت أنا نويت يا رب وكويس مع مدخل رمضان التوبة مدخلها الحب مش مدخلها الخوف أنا عايزك تنوي أنك حتتوب الآن مش لأنك خايف لأنك بتحبه يا رب بقى أنت حتكرمني كل الكرم ده في رمضان وأنا أكون عاصي لك والله أستحي أحلى مدخل يا رب أكرمتني خيرك مغرقني يا رب نتائب إليك يا رب معقولة أكون بعصيك وانت رب العالمين سمحني أنا أنا مش عايز أنا مش عايز أكون وحش أنا عايز أصلح ما بيني وبينك ينادى في السماء من الملائكة يوم تبتك اصطلح العبد على مولاه يا بختك لو اتقالت الكلمة دي اسمع آيات وأحاديث التوبة كلها بتضور حوالين محبة الله لك بيحبك وعايز يتوب عليك يقول الله طبرة تعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده هم ما يعرفوش يا محمد لو ما يعرفوش قلهم ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يفرح بتوبة عبده يفرح بتوبتك اسمع حديث النبي إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل باب التوبة مفتوح 24 ساعة أي وقت عايز ترجع فيه أقبلك ليه ما تتبشي الآن وتدخل رمضان من التائبين المنتقين شروط التوبة ثلاثة نعملهم دلوقتي واحد الإقلاع عن الذنب اهو أنا موقف الذنب اهو موقفوا يا رب اتنين الندم على الذنب أنا ندمان مش هعمل كده تاني يا رب ثلاثة العزم على عدم العودة واحدة في الماضي ندم واحدة في الحاضر موقف الذنب واحدة في المستقبل عزم على عدم العودة تعمل التلاتة بقلبك دلوقتي وانت بتسمعني تاب الله عليك اتمسح الزنب وربنا راضي وفرحان بيك ولعلها لحظة إجابة لأنك استلحت على الله وتدخل رمضان من المنتقين نفذ التلاتة توب الآن من الزنب اللي انت واقع فيه وعاهد ربنا مش هعمله وخليك راجل خليك جدع وادخل رمضان من المنتقين اللهم توب علينا وارزقنا التقوى وادخلنا رمضان هذا العام وأنت راضٍ عنا وبلغنا ليلة القدر وأجب دعاءنا آمين آمين وصلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد شكرا والسلام عليكم ورحمة الله